خديجة عبرت عن سعادتها وفرحتها الكبيرة بعودة الابتسامة إلى وجه زوجها بعد شهور من المعاناة والقلق لطالما كانت تؤمن بأن الله قادر على كل شيء وأن الصبر والثقة بالله هما مفتاح للفرج في التعليقات التي كتبت على فيديو هشام كانت مليئة بالتفاؤل والدعاء البعض كتب الحمد لله على شفائه اللهم أتمم عليه الصحة والعافية آخرون أبدوا إعجابهم بمدى التحسن الذي ظهر على هشام خاصة في كلامه وقدرته على الحركة وكتبوا فعلا هشام ضحك وتكلم والكل فرحان له هذا الدعم الكبير من المتابعين لعب دورا كبيرا في دعم خديجة وهشام نفسيا مما يؤكد أن قوة الإيمان والصبر يمكن أن تكون عاملا مهما في مواجهة أصعب الظروف في تعليق آخر من المتابعين كتب أحدهم الحمد لله خديجة يقينها في الله لم يخيب اللهم شفيه يا رب واشفي جميع مرضى المسلمين هذه الرسائل والدعم الهائل التي تلقته خديجة والتي كان بمثابة دفعة معنوية كبيرة لها في هذه الفترة الصعبة خديجة أصبحت مثالا للعديد من الناس فهي لم تستسلم للحزن أو لليأس بل ظلت متمسكة بالأمل والثقة في الله دائما ما كانت تشارك رسائل تفاؤل وإيمان على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعية اليوم ومع تحسن حالة هشام هي إشارة قوية إلى أن الله قريب وأن الدعاء والصبر لهما أثر كبير خديجة دائما ما تقول إن الصبر مفتاح الفرج ويبدو أن إيمانها هذا قد بدأ يؤتي ثماره ونحن بدورنا لا يسعنا على أن نحمد الله على رحمته الواسعة وعلى هذا التحسن الذي نراه في حالة هشام نسأل الله أن يتمم شفاءه ويعيد له كامل صحته وعافيته وأن يرزق خديجة القوة والصبر لمواصلة دعم زوجها في هذه الظروف هذا الفيديو كان بمثابة بارقة أمل للجميع وأثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي وأنه لا يضيع أجر الصابرين اللهم شافي هشام وأتمم عليه الصحة والعافية وامنح القوة لكل مريض يمر بظروف مشابهة وألهم أهاليهم الصبر والإيمان بأن الفرج قريب بإذن الله شكرا